موسيقى السلام عليكم مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث هذه الحلقة نخصصها لمناقشة أثار حرف الميليشيا على قطاع التعليم والثقافة والأثار الكارثية التي إلحقت بهذين القطاعين خلال السنوات الثلاث الماضية موسيقى قال مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان إن ميليشيا الحوثي وحليفها صالح دمرت 1600 مدرسة بشكل كلي وجزئي منذ الانقلاب وأشار المركز في تقرير له إلى أن الميليشيا استخدمت 170 مدرسة لأغراض عسكرية فيما أغلقت نحو 1500 مدرسة أو أغلقت هذه المدارس جراء الحرب وبحسب التقرير فإن عدد الأطفال خارج المدرسة منذ بداية الحرب وحتى الآن وصل إلى مليون وخمسمائة ألف طفل في سن التعليم ما تسبب بارتفاع عدد الأطفال خارج المدرسة إلى أكثر من ثلاثة ملايين طفل كما أدت الحرب إلى حرمان أكثر من 166 ألف معلم ومعلمة من رواتبهم منذ ما يقارب العام نتوقف عند هذا الخبر لنناقش في محورين ما حجم الأثر التي لحقت بقطاع التعليم والثقافة خلال سنوات الحرب الثلاث وما أثر ذلك على مستقبل الأجيال وكيف يمكن معالجة هذه الآثار على المدى القريب والبعيد نتابع التقرير ومن ثم نبدأ النقاش مع ضيوفنا هي الحرب متوالية من المأساة التي لا تقتصر على تدمير حاضر بلد ما بل تطال مستقبله أيضا وذلك تماما ما تفعله حرب الميليشيا باليمن في أحدث تقرير له رصد مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان تدمير أكثر من 1600 مدرسة في عموم محافظات اليمن في الفترة بين عامي 2014 و2017 التقرير قال إن الحرب رمت بأكثر من مليون وخمسمائة ألف طفل خارج المدارس منذ انقلاب الميليشيا في 2014 الأثار الكارثية لم تقتصر على المدارس والتلاميذ بل طالت أيضا المعلمين حيث أوضح التقرير أن أكثر من 166 ألف معلم ومعلمة حرموا من رواتبهم منذ أكثر من عام حدود الكارثة تصبح أكثر هولا عندما تدرك أن الميليشيا استبدلت المدارس بجبهات القتال وزجت بآلاف الأطفال إلى المعارك وذلك انتهاك واضح لقوانين ومواثيق حماية الطفولة الأممية هذه الأرقام تجعلك أمام صورة قاتمة ومرعبة لمستقبل اليمن وقد دمرت كل مقومات المستقبل وهو ما يعني أن الميليشيا انتصرت في تدمير حاضر البلاد وتدمير مستقبله أيضا وبالعطف على كل ما سبق فالمعاناة لن تنتهي بوقف إطلاق النار بل ستمتد إلى أبعد من ذلك بكثير وهي مرهونة بقدرة اليمنيين في التغلب على تبعاتها وآثارها السلبية والواضح إذن أن المستقبل لن يكون سهلا أمام اليمنيين إذن نبدأ نقاش مشاهدنا وأرحب بضيفي من السويد ينضم إلينا عرفات الرفيد مدير مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان وأرحب أيضا بضيفي من جنيف الصحفي توفيق الشرعبي أبدأ معك سيد عرفات مساء الخير مساء الخير سيد أهلا بك سيد عرفات بداية لو تطلعنا على مزيد المعلومات حول التقرير الصادر عن مركزكم بشأن الدمار الذي لحق بقطاعي التعليم والثقافة في اليمن شكرا جزيلا لكم والمشاهدين الكرام في القناة في القيس حقا التقرير هو تقرير مكمل لتقارير سابقة فضرت عن المركز وهو أيضا يتماهى مع تقارير منظمات الدولية فيما يتعلق في جزئية الحق في التعليم وأيضا الانتهاكات الحق في التعليم والحق في مماء الحقوق الاقتصادية والكتماعية والثقافية كثير من هذه التقارير صدرت خلال السنوات الماضية التي رصدت بشكل أساسي الانتهاكات التي مورست من قبل ميليشيات الحوثي وصالح وأيضا الانتهاكات التي تعرضت لها المؤسسات التعليمية والثقافية في اليمن خلال السنوات الماضية مثل ما ذكر التقرير وأنتم فصلتم بشكل كبير هذا التقرير والأرقام المهولة والمفقعة فيما يتعلق في مستقبل اليمن في الواقع التعليمي وأيضا الثقافي نحن أمام مشهد مأساوي وأيضا لا نقول ولكن دائما العملية التعليمية ومسؤساتها ومناهج الدراسية انتهكت بشكل مستمر على يد هذه الميليشيات وأيضا الدراسة أوقفت بشكل كامل في بعض المناطق النزوح اكتياح الحوثين لكثير من المدن تببت على عملية توقف التعليم وأيضا لدينا الآن المشاهد القديدة في محفظ الساحل الغربي وخاصة في مدينة الحديدة والمديرية التابعة لها نعم إذن تكرم بالبقاء معي سيد عرفات أذهب لضيفي من جنيف الصحفي توفيق الشرعبي سيتوفيق مساء الخير أهلا بك سيد توفيق كان لك تقرير حول وضع التعليم في اليمن قدمته لمجلس حقوق الإنسان بجنيف ما الذي ورد في هذا التقرير أولا من المؤسف أن تكون اليمن حاضرة في مجلس حقوق الإنسان في الدورة الثامنة والثلاثين لكن بشكل عكسي بمعنى أن اليمن ربما تصدرت الأرقام أرقام الانتهاكات سواء في مجال حقوق الإنسان بشكل عام أو في مجال التعليم أو في مجال الصحة أنا تطرق في ورقتي إلى ما شهده قطاع التعليم من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثين والتي كان من أهمها تجنيه طلاب المدارس ونهب مرتبات المعلمين إضافة إلى تدمير عشرات المدارس وتحويلها إلى فكانات عسكرية الميليشيا بحسب الأرقام التي وصلت تسببت في إغلاق وتدمير أكثر من 3548 مدرسة إضافة إلى تغيير المنهج التعليمي بمنهج طائفي يكرس الانقسام داخل المجتمع أشرت في الورقة أيضا إلى تسرب أكثر من أربعة ملايين طالب وطالبة خارج الصفوف الدراسية بسبب الإنقلاب أشرت أيضا إلى أن الميليشيا قامت باستبدال المدرسين وتهديد آخرين والاعتداء على المعلمين الذين يطالبون برواتبهم أو يقومون بالإضراب عن التدريف وهذا حصل في عدة محافظات أشرت أيضا إلى الإجراءات التي قامت بها الميليشيا فيما يتعلق بالتعليم العالي وتحديد الجامعات حيث قامت بتعينات مخالفة للقانون وتلاعبت بالمنح أيضا ونهبت أموال وزارة التعليم العالي وقامت بفرض تدريس الملازم الحوثية بديلا عن كتاب مادة الثقافة الإسلامية في بعض الكليات أيضا تطرقت في الورقة إلى وقع التعليم الفني والتدريب المهني في أهد الميليشيا الحوثيون استولوا على صندوق تنمية المهارات التابع لوزارة التعليم الفني وقاموا بعملية استخدام موارده كجباية من القطاع الخاص تم تحصيل أكثر من 16 مليار ريال خلال العام 2017 وتم صرفها تحت مسميات المجهود الحربي والاحتفال بذكرى الشهداء والعدوان ومساعدة الشهداء طبعا أريد أن أذكر أن هذه الإحصائية التي قدمتها ليست عبارة عن أرقام محلية هذه الأرقام تطابقت مع أخذ تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيك كشفت أنه تم إغلاق 3584 مدرسات لسبب المخاطر الأمنية أو لتحويلها لتكانات عسكرية من قبل ميليشيا الحوتين كذلك تعرض نحو 22 جامعة حكومية وأهلية لأضرار مباشرة وغير مباشرة وحرمان الميليشيا لأكثر من 2 مليون طالب من التعليم لكن هل هذا التقرير كان ينسب هذه الانتهاكات على أن أطراف الصراع كما يذكر كل مرة أم أنه حدد الطرف المتسبب بذلك كما ذكرت في التقرير أنه ميليشيا الحوتين لا هناك انتهاكات أيضا تقوم من بعض الأطراف هناك مثلا جماعات مسلحة في مدينة تعز لا تزال تحتل المدارس حتى هذه اللحظة على سبيل المثال مدارسة نحمارستان كنموذج هناك أيضا مدارس تدمرت في المناطق الحزودية أي مناطق التماس بين وجود الميليشيا والجيش الوطني مثلا في مدينة تعز والبيضاء هذه المتارس يتحمل المسلحات طرقين لكن لا يمكن أن نلوم دولة مقابل أن تلوم ميليشيا الميليشيا هي المتسببة حتى وإن أخطأت الدولة أو أخطأ الجيش الوطني إلا أن الميليشيا هي من تتحمل التبعات لأنها كانت السبب هي المتسببة في الحرب بالفعل إذن سأعود إليك سيد توفيق أذهب لضيفي الآخر عرفات الروفيد مدير مركز المعلومات وتأهل لحقوق الإنسان سيد عرفات ما هي المحافظات التي كانت أكثر تضررا في قطاع التعليم والثقافة خلينا أقول بشكل رئيسي أن الهدف الرئيسي أساسا لميليشية الحوثي خلال مرحلة الماضية كان هو تغيير المناهج الدراسية وأيضا نحن نعرف أن هناك الآن خطابات توعوية يومية لعبد الملك الحوثي في مؤسسات التربوية والتعليمية بشكل رئيسي التغيير المنهج بخطاب عنصر طائفي وتعزيز شعار الصرخة المعادية للشعوب والأديان ووضع المعلمين والتربوين أيضا هذه كانت لها الأثر إيجابي التلبي على هذه المؤسسات التعليمية والثقافية دعني أقول بأن المحافظات بشكل رئيسي التي ما زالت تحت سيطرة هذه الميليشيات متضررة من صنعاء إلى ذمار إلى محافظة أيضا محافظة الحديدة أجزام المحافظة التعز هذه أيضا تعرضت للمدارس وستخدمت كمخزون لتقنيد هذه الأطفال في ميليشياتهم نقول أنه بعض الرواتب غير بأهالي أسر الأطفال تقنيدهم براتب شهري تلاح وهذه أيضا كانت جزئية في مسألة تقنيد الأطفال من خلال المؤسسات التعليمية الشيء الثاني في في هذه الموضوع يتعلق في الرواتب المعلمين يعني نحن نعرف أن الرواتب المعلمين خلال الفترة الماضية لأكثر من عام لم تصرف من قبل هذه الميليشيات الحوثي وفادرت تحت مسمى المجهود الحربي وأيضا الشيء الآخر استخدام هذه المؤسسات التعليمية والثقافية كمخازن للسلاح كمعتقلات من كافة أطراف النزاع الموجودة في اليمن هناك أيضا ضربات قوية وتصفت بعض المدارس كل هذه الأشياء تضررت وكانت النسب متفاوتة من محافظة إلى محافظة حسب اجتداد المعارك في محافظة تعز هناك الأثر الكبير على محافظة تعز بما تعلق في المدارس محافظة أيضا المحافظة الشمالية في صعداء في حقاء في مناطق الصراع والخطة الاشتباكات في محافظة مارب والقوف كل هذه المدارس تضررت بشكل قزية وبشكل كلي وتم إيقاف الدراسة والسعليم فيها في محافظة صعداء وحقاء ومناطق من مثل الريمة ومحافظة إب إيمان ابقى معي سيد عرفات أعود لسيد توفيق الشرعبي سيد توفيق كيف ينظر المجتمع الحقوقي لهذه الانتهاكات خصوصا أن هناك أدوات للتشويه وأيضا أدوات للميليشيا تعمل على تشويش الصورة أمام المجتمع الحقوقي في المحافظة الحقوقية طبعا بالنسبة لهدف الميليشيا هدف الميليشيا هو هدفين هدف تدمير داخلين وتدمير أخلاقي وقيمين إضافة إلى عملية تشويه للصورة السيئة التي رسمت عليهم أمام العالم لكن هناك جهود من قبل الحقوقيين والمنظمات هناك اليوم أحدى المنظمات لا أتذكر اسمها قامت بإصدار تقرير متكامل من أكثر من 280 صفحة شرحت فيها الأوضاء وخطفت جزء كبير منه للعملية التعليمية أنا ما لفت انتباهي في الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان أن التركيز بدرجة أساسية أولى هو على مدينة الحديدة لتكون مدينة الحديدة هي الحاضرة الأبرز في كل شيء في جانب التعليم تم اليوم التطرق إلى أن أكثر من تقريبا 75 ألف طالب في مدينة الحديدة الآن في المدينة لا يعرفون أين ستكون اختباراتهم بمعنى أنهم قد يحرمون من سنة كاملة لا توجد منظمة دولية تتميز بالنزاهة ومشهدها بالكفاءة ستقوم بالتعامل مع كل ما يطرحه الحوثيون هم يحاولون لكن الأنظمات ربما ما لاحظتوا هذه المرة أن الحضور الحوثي كان ضعيفا لأن الحق لديهم أيضا هي ضعيفة نعم لكن ما الذي قد يتلتب عليها من إجراءات يعني قد يتخذها مجلس حقوق الإنسان هذه المرة مجلس حقوق الإنسان ليس هذه المرة أيضا بمرات سابقة هو يتعامل مع الكل من منظور المحايد لكن عندما أنت تستطيع الوصول إلى المقررين الخاصين في الجلسات وتقوم بحرض كل ما لديك من وثائق وأدية وبعضها مصورة وبالأرقام وشهادات حية هم يكتفون برفع التقرير السنوي جناء عليك تعامل المنظمات ومجلس الأمن الدولي لكن يكفي أن تظهر الصورة المشوعة للميليشياء أمام جميع المنظمات الحقوقية العالمية هذا يعتبر أيضا مكسر مهما كانت النتائج تأتي متأخرة إلا أن المكسر كبير جدا حضرت اليمن حضرت الأرقام حضرت الانتهاكات وحضرت الوجهة القبيح للميليشياء نعم إذن أشكرك جزيلا الصحفي توفيق الشرعبي كنت معنا من جنيف أعود لضيفي عرفات الروفيد سيد عرفات كيف تمكنتم من توثيق الدمار الذي لحق في التعليم في مناطق سيطرة الميليشياء عزيزي بشكل رئيسي هناك العديد من الراصدين الميدانيين للمركز وهناك أيضا متعاونين بشكل رئيسي من المنظمات الصديقة والشريكة معنا في مسألة الرصد وتوثيق امتهاكات حقوق الإنسان أيضا هناك التقارير الدولية التي ترتبط بهذه القزية تم أخذها منظم التقارير التي تضمنها تقارير أيضا عن المركز بشكل رئيسي كل هذه التقارير وكل هذه الأرقام هي أيضا ما تم توثيقها بشكل رئيسي والتي تم تسجيلها وتوثيقها بالطرق الصحيحة لانتهاكات حقوق الإنسان والتي أيضا يمكن أن يتم تقديمها للقنة الخبراء في مجلس حقوق الإنسان في مفوضي السامي لحقوق الإنسان أو ما يتم تقديمه للمنظمات الدولية إلى أي مدى حضيت أيضا الكوادر العاملة في مجالي التعليم والثقافة باهتمامكم في سياق هذا التقارير دعني أقول أننا لم نقدر بعد تقدير حقم الأضرار بشكل مباشر على المؤسسة التعليمية وأيضا على المؤسسة الثقافية والأثرية صعب جدا أن تحدد بالأرقام ما هي الآثار والأضرار لكن هناك أيضا تضمن التقارير ما هي القوانب التي تعرض لها العاملين والموظفين في المؤسسة التعليمية كما هي العدد المدرسين الذين تم اعتقالهم خلال الفترات الماضية هناك مدرسين أكثر من 24 مدرس هناك مدرسين أيضا تركوا مهنة التعليم والتدرس واتكهوا إلى جبهات القتال والاستباكات هناك الأضرار التي لحقت بالمعامل أو الملحقات الخاصة بالمدارس في رياض الأطفال كل هذه أيضا تضمنها التقارير كثير من العاملين والمؤسسات التعليمية تدمرت بشكل أو بآخر من خلال ميليشيات الحوثية أو أطرف النزاع بشكل مباشر من قبل التحالف العربي من خلال تجنيد الأطفال كل هذه أيضا موجودة ضمن التقرير نعم إذن سيد عرفات دعنا نشرك معنا في الحديث وكيل وزارة الثقافة السيد عبدالهادي العزعزي سيد عبدالهادي مساء الخير مساء المرحب أهلا بك سيد عبدالهادي يعني انتهاكات كبيرة تعرض لها قطاع الثقافة والآثار في البلاد جراء الحرب يعني برأيك هل هناك حرب ممنهجة من قبل الميليشيات ضد هذين القطاعين عموما فرض ثقافة الحرب وتبعاتها عطلت كل الأعمل الثقافي في البلاد تعرضت المؤسسات الثقافية ماذا كان مساحة لنهج والسرقة وتعرضت مساحة أيضا بالقاطفة أغلقت أغلب مكاتب الثقافة وفروعها والمزارة أجابة أساسية وتبعات ثقافة الحرب وتبعات المواجنة الأمنى وعندما خلطت هذه الجماعة وترضى الثقافتها وتقافة الحرب بشكل عام وطار الكرون يتحرك بتقافة الزوامل والإعلام الحربي الذي تقوده الميليشيا تماما منذ سيطرتها على العاصمة وتبعات هذه الجماعة جماعة ماءة السياسية دماعة دينية تعتمد على الجرجة الأساسية تعتمد العون بخيار أساسي ومنها بالتعاملها وبالتالي فادت هذه الثقافة تعطلت الحياة بشكل عام وتعطل أولا الثقافة والجرامة الإعلامي فبرزت ثقافة الحرب والتعدياء والنهب والسيطرة الجماعة أثت من خارج الجولة استرشت الجولة جلّت كل مكانياتها لكن ما هي الأثر التي خلفتها الحرب على قطاعات الثقافة والتعليم هذه الألتطاعات هي أكثر ألتطاعة تضرورة بدأت المسألة من إيقاء صواتب الناس من تدمير الأصول السابقة من إشاعة وضياع من كثير من المستمعات الأسرية والمؤسسات توقف وإصدار كافة الصحوف والجلّات غيرها كما توقف هذا الشأن توقف أيضاً تعرضت مكتبات لسريعات تعرضت مكتبات لحرق لتدمير منظم وإنها مثلاً مع جهز التعرضت مكتبات السعيدة المرطي للثقاف عقلت كافة من مؤسسات الثقافية في البلد بالشكل عام بالذات للمؤسسات التي شهدت رحلة موادهات مع هذه الإنشيات بجرقة أساسية أما البقية فقد تيطرت عليها وعطلتها عندما عطلت دفع رواتي بالناس هذه عقلت هذه موادهات حتى لو كانت ظلت الرواكب بدون موازنات تقنيع هذه المؤسسات ترتبر في حقم المعطن والمتوقف نعم إذن أبقى معي سيد عبدالهادي أعود بسؤال أخير لسيد عرفات الرفيد سيد عرفات ما هي المعالجات التي تقترحونها في هذا السياق والآثار المتلتبة على هذا التقرير حقيقة يعني الآثار بشكل عام المؤسسات وبسبب شحة الإمكانيات والظروف التي تمر بها البلاد من الحال أعتقد بأن كثير من المؤسسات يجب أن تعود بشكل من العاصمة عدا للعمل لتقديمها للخدمات الثقافية وعودة بناء أو إعادة إعمار المؤسسات التعليمية والثقافية بشكل رئيسي لكن على مستوى الدولي أنا أتذكر بأن هناك كان نحص منظمة اليونسكو خاصة لإصدار قرارات أو بيانات لتحذير من خطورة بيع الآثار والمخطوطات اليمنية التي تعرضت للنهب والسرقة والتهريب خلال الفترة السنوات الماضية وأيضا هذه المجهودات الدولية لحماية الآثار اليمنية والعبث العبث التي تمارسه ميليشيات الحوثي عبر الإتجار بهذه المنهوبات والمسروقات من الآثار اليمنية عبر السوق الصوداء وتهريبها كما حدث بالمخطوطات عديدة ومعروفة وتقديمها في مدادات دولية نعم إذن أشكرك جزيل الشكر عرفات الرفيد مدير مركز المعلومات وتهيير لحقوق الإنسان كنت معنا من السويد شكرا جزيلا لك أعود بسؤال لضيفي عبدالهادي العزعزي سيد عبدالهادي هل يمكن التعافي من الآثار التي لحقت بالثقافة والآثار والتعليم في المستقبل أعتقد بالمستقبل التعافي لكنه أقلص فلما حطاب اليومسكو لإيقاف بيع أي من المصنفات الآخرية التي كانت موجودة أو بحسب ضروج المساحة اليمنية حتى لا يمكن تهريدها هذا كإجراء أولي لكننا بحاجة يترمي لأغلب المؤسسات فلما إعادة بعض المؤسسات كالمكتب الوطنية في العدن وبعض المؤسسات السادعة من المجارة في العدن وتم إحياء مع هذا الخلوط في العدن وأيضا هنا ضروج لإحياء تقليل المتاحة المحافظات الجنوبية وتم أضط مواجنة تقديرية لترمي المساحة في العدن لكن لجاء هنا لتنقاء بعض المقتنية ربما تعرض بعضها للحرق وبعضها أيضا مثالة الحكم ما ليس موجود حتى يعود إلى المساحة ونعرف ما الذي فقدره وما ضر وبعض المحافظات الخوف الكبير هو أن تتعرف المناطق المعلمات كمناطق مثلا كمناطق عسرية محملية من اليوميسكو مثلا الخوف الآن يتركز على مساحة الحجنجة والجديد الآن هناك حوف كبير من أن تتعرف الكبير اليوميشيات تتعرف إلى داخل هذه المنطقة ونقاف أن تتعرف الجديد وهي مجينة محشا أي التركيب لكنها ضمن المعلنة من قدال الممار المتحدة وبالتالي هذه من قدال اليوميشكو والخوف أن تتعرف الكبير وهذه الفترة لا تمثل المجارة صلاحية بحكم أنها مشهولة بشكل عام بمراقبات أمام الدار التغير الذي تتعرف له بالذات مدينة الصمع وجديد وبقية المواقع الأثرية هنا في استراع هنا حفر هنا أسوائيات هنا استطيع المراطنين أسوائيات والغياب السلطة لا أحد يستطيع هناك عشرات من الخلاع تعرضت لأستطيع لأن المراجيات دفعت المدينة إلى داخلها وتمترست فيها وبعث فيها مبارك أيران بعض الأسلحة أيضا أستقل وبالثاني إيجاب هذه المناطق التي تكون على قطة مبارك تتعرض الضرب 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 يتشببون المشألة ثم يشتكون أن التحالف والآخر تعرض لهذه المناطق نعم مثلا موقع سري في نقاض رسدين المسألة الثعافية الثدوة لكن ما دور هذه مسألة إعادة وتحتاج عملية تستهلا وتحتاج جانية كبيرة في حين التطاع بشكل عام مضبوض ونستطيع إعادة المنظوم الثقافية بشكل عام نعم وهذه مسألة ليست سهلة وأيضا كيف تتحلط من ثقافة الحرب وآخرها وهذه مكن سبزا المسألة لتكون كلا وزارة أفضل ذات الأشش المسألة التعليمية وزارة في البلد وضع الجامعات جدا وربما نموض مع صنعائد الحجر اليوم ربما تتعرض وأيضا تتعرض بعض المعالم الأسرية في حين الحجر هذا الخوط الكبير وبعض المواقع الأسرية وبعض المجارات الدينية على طول خط الساحل إلى الآن لا نعرف من الوضع الحقيقي لهذه الأماس ما زالت موضعات إذا قسناها على حجم التمار الذي حصل مزالا في التعائز وعدن والمناطق فقد جرى تدمير ما نشميه بالرشور الثابتة من جارة السقاط جرى تدميرها كمواقع أسرية وزارات الدينية أو بعض أيضا حتى مقاف من أن تتعرض المحلية الطبيعية المحلية الطبع أو غيرها هذه من المنظمة بشكل عام إضافة إلى ما حدث من تجريف ثقافة الناس ثقافة عرب سادة الموليشيات وضعت جوامل الحرب لكل من تسمعها في جميع الأماكن وبالتالي هذا صرض لثقافة محددة من أجل أن تتجاوز موزنات ضخمة وعملا مقصص أيضا تستريد في مجارة الثقافة ومجارة التعليم وحياة بشكل عام والتعليم العالي والتعليم النهني وأيضا مجارة الإعلام العملية محتضى منظمة بشكل عام تحاول غرث ثقافة السلام تحاول العقلاء أعماق معينة من السلوط الثقافي من السلوط الانتاجية وهذه مسألة مرتبطة بأداء الحقومة بشكل عام للتعليم أكبر بما يمكن أن نحطره من مجارة واحدة من مجارة الثقافة فقط وغيره نعم إذن أشكرك جزيلة شكر على هذا الإضاح الوكيل وزارة الثقافة سيد عبدالهادي العز عزي كنت معنا من تعز شكرا جزيلا لك شاهدين بهذا القد نكتفي وأشكر أيضا ضيوفي كان معنا سيد توفيق الشرعبي صحفي كان معنا من جنيف وأشكر عرفات الرفيد مدير مركز المعلومات وتهيل حقوق الإنسان كان معنا من السويد وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحياتي هذه الحلقة زميل ماهر أبو المجد وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل حتى نلتقيكم في حلقة قادمة نترككم في رعاية الله وحفظه اشتركوا في القناة